سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في آخر أخبار الوداذ الرياضي نتمنى أنكم تكونوا بخير وعارف أن معظم الوداذيين ما غادش يكونوا كذلك في هذه الأيام هذه أزمة تتبع أزمة والأزمات لا تأتي فرادة قبل من بدأوا هذه الأخبار هذه نتمنى أنكم كلكم تكونوا بخير نتمنى أن هذه الأزمات هذه الدوز وكما يقال الأسد يمرض ولا يموت ونقولها دوما ترقبوا عودتنا في أقرب وقت رجالات الوداذي ليس واحد واثنان وسننهضوا إن شاء الله في أقرب وقتين بلا ما نطول عليكم بزاف يلا نمشيوا مباشرة للتفاصيل لهاد فيديو اللي غيكون دير على سعيد الناصري والمشكلة طراليه هوش غيوقع بفريق الوداذ الرياضي بالإضافة لصدمة الفوزي البنزرتي وكذلك ردة فعل فوزي البنزرتي مدري بالوداذ بعد سجن الرئيس هادشي كامل والمزيد غنشوفو في هاد فيديو فخاليك معانا وما تمشي فين ويلا نمشيوا مباشرة للتفاصيل غادي نبدأوا بهذا الخبر هذا وهو تلاقي الوداذ الرياضي صدمة بخصوص فوزي البنزرتي بحيث أن العصبة الاحترافية الكرة القدم علمات الوداذ أنه ممنوع على فوزي البنزرتي الجلوس في دكة البودلة المباريات القادمة الفريق الوداذ الرياضي وبالضبط ثلاثة المباريات بناء على قرار صادر ضده يعود لمواثم ماضية البنزرتي كانت لقى عقوبة الإيقاف في موسم 2021 لستة المباريات استنزف منها ثلاثة المباريات من اللي يرجع للراجة كمدرب وبهذا فالبنزرتي ما يقدرش أنه يكون في المباريات الجي الوداذ في البطولة ثلاثة المباريات وهذا كيتزاد المشاكل اللي كتدور بفريق الوداذ الرياضي في هاد الأيام هذي البارح فرايمو من در نحت فيديو إلا الفيديو اللي كيهضر المشكلة اللي طاح فيه الوداذ الرياضي هو السجن سعيد الناصري واشنو الحويج اللي غد ترتب عليه هو كالنقلنة أنه غادي تم عقد واحد الاجتماع لاختيار رئيس لغيقود الوداذ في المرحلة الجاية جوني بعض الرسائل كيقولوا واش هاد شي بالصح واش غايت تم اختيار رئيس جديد الوداذ بهذا المناسبة هذي نقول لكم أنا فبح لهذا الضرف يا هذي كيتم تعيين رئيس مؤقت حتى يتم اتخاذ القرار المناسب وذلك شلي كان تعقد الاجتماع اللي غادي حدد الرئيس المؤقت ديال فريق الوداذ الرياضي مصادر اعلامية قالت ان فريق الوداذ الرياضي شكل لجنة تولاتية مؤقتة لتسيير الوداذ وغادي تم في الايام القليلة الماضية عقد جمع عام انتخابي باش يتم انتخاب رئيس جديد خلفا لسعيد الناصري نفس المصادر قالت ان اللجنة التولاتية المؤقتة غا تقوم بتسيير امور الوداذ في الفترة اللي جاية اللجنة التولاتية فيها كل من عبد المجيد برناكي ومحمد طلال وسعد الدريب اللجنة غادي ترأسها عبد المجيد برناكي النائب الاول لسعيد الناصري وغا يبقى هو الرئيس المؤقت ديال فريق الوداذ الرياضي بينما يتم الاعلان على رئيس جديد يخلف سعيد الناصري خبر اخر هاد المرة من فوز البنزرتي ووكيل اعماله اللي طالبه بضمانات الاستمرار في تدريب الوداذ مصادر اعلامية قالت ان البنزرتي طالب من المكتب المسير ديالوداد وذكنات اللي تم توكيل مهمة تسيير الوداذ ليهم باش يوضحوا ليه الوضع الحالي ديالوداد بعد ايدانة سعيد الناصري واداعه بالسجن تقارير اعلامية قالت ان البنزرتي ووكيل اعماله طالبه المكتب المسير ديالوداد انهم يوضحوا الوضع الحالي ديالوداد بعد ايداع سعيد الناصري للسجن البنزرتي بغي يعرف الوداذ الرياضي من الجانب المالي والاداري في ظل الاستحقاقات لكتسنى الفريق وكان تعاقد الوداذ مع البنزرتي في عهدة سعيد الناصري لجاء خلفا العادي الرمزي لكي تتحسن النتائج المحلية والقارية لفريق الوداذ الرياضي هذه هي معظم الاخبار اللي كتدور حول فريق الوداذ الرياضي مرة اخرى نتمنى خير ان شاء الله ونتمنى هذه الازمة هذه الدوز في اقرب وقت فالفرق الكبيرة بزماهيرها لا تموت كنت انشرتها وكندافع لها ونعود نقولها الوداذ في هذه اللحظات تحتاج جمهورها اكتر من احتياجها لهم في لحظات الفوز بالالقاب كونوا وداذيين ودافعوا عن الوداذ لنجتمع معا فنحن نعلم ان البقرة اذا ما سقطت بعد ذبحها تكتر السكاكين نتمنى خيرا ان شاء الله اقولها مرة واثنان وثلاث تعاليقكم وتفاعلكم في الصفحة الرسمية وعلى منصورات الوداذ يكون ايجابي ولو لهذه الفترة اذا كنتم غاضبون من الوداذ فانتم لستم وداديين لان الوداذ هي جمهورها وهي مسيرها ونحتاج الان التلاحم اكتر من اي وقت مضى نخلي القانون يجري مجراء وحنا نوقف وقفة رجل واحد مع فريقنا فالوداذ اكبر من اي شخص هاتش لي كاليوما نعود نقولها طلو فرصكم اتمنى وخير للمرة الرابعة اعتقد